تحول القاهرة مع محمد نشأت إذن محمد هذه الإدانات العربية لأحداث العنف التي حدثت في طرابلس كان طبعا منها دولة الجوار وهي مصر بيان الخارجية ركز على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد هل من اتصالات تجريها مصر لمحاولة حل هذه الأزمة الآن؟ نعم شروق البيان المصري الذي خرج بالأمس كان يركز على نقطتين همتين النقطة الأولى هي ضرورة تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية وتقليل دائرة العنف وعدم الانخراط في الصراع المسلح بين الأطراف الليبية أما النقطة الثانية هي نقطة لا طالما أكدت عليها مصر دائما في خلال أي حوار يخص الأزمة الليبية وهو ضرورة التوافق الليبي الليبين بين كافة الأطراف المعنية لضرورة التوافق وتحقيق التوافق الليبي نابع من الداخل دون أي تدخلات خارجية لتحقيق الأمن والاستقرار الليبي من الواضح النقطتين الذين صدروا في بيان الأمس هي جزء من الاستراتيجية المصرية التي تهتم بالشأن الليبي وتضع تغليب لغة الحوار والجلوس على طائلة المفاوضات في المقام الأول بالإضافة إلى الاهتمام بوحدة الدولة وتدعيم المؤسسات الليبية وتدعيم الجيش الوطني الليبي بالإضافة للتمسك لخيار الانتخابات الرئاسية كوسيلة وحيدة للخروج من هذا المأزق بالإضافة لخروج المرتزقة والجماعات الإرهابية والعناصر الأجنبية لضمان تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة الليبية مصر قد أعلنت منذ مطلع شهر فبراير الماضي دعمها لحكومة فتح باشاغة وأعلنت أنه وسيلة لتدعيم المؤسسات وحدوث توافق بين كافة الأطراف المعنية داخل الدولة الليبية لحدوث توافق سياسي مصر تعملت خلال الأشهر الماضية بشكل سريع وديناميكي وموسع مع كافة الأطراف الليبية لإحداث توافق ومصالحة وطنية شاملة تمكن الشعب الليبي من الانخراط في العملية السياسية وتسهيل الإجراءات للتعامل مع الأزمة الليبية أيضا كانت القاهرة تحتضن اجتماعات مثل 5 زائد 5 للوفود العسكرية الليبية والاجتماعات الخاصة بالوفود الليبية الخاصة بالدستور وحل المواد الخلافية أيضا كانت هناك جلسات من خلال آلية دول جوار ليبيا مع عدد من الدول لإحداث حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو أطراف بعينها تضغط من أجل مصالح شخصية مصر لطالما أكدت أن الحوار الوطني هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق وعدم الانخراط في الاقتتال الدموي بين الفصائل الليبية مصر دائما أكدت أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق ومن خلال المعلومات المتوفرة مصر تواصل تكثيف الاتصالات مع كافة الفصائل وكافة الأطراف الليبية وكافة مكونات الداخل الليبي من أجل تهدئة شاملة ومن أجل العودة إلى طائلة المفاوضات مرة أخرى التي تبنتها مصر منذ اللحظة الأولى وتعمل خلال الشهور الماضية على حل الخلافات مثل الخلافات الدستورية وآلية عمل الانتخابات الرئاسية التي كانت تخطط أن تتم في الدولة الليبية فمصر تعتمد على الحوار هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه المأزق اشتركوا في القناة